قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم ان الوضع في سوريا تحسن كثيرا مقارنة بالعام الماضي مشيرا الى ان ثمانين بالمئة من الاراضي السورية باتت تحت سيطرة الحكومة جاء ذلك في تصريحات تلفزيونية على هامج زيارته الى بيلاروسيا حيث اكد المعلم انه لا تزال هناك بؤر للارهاب في الشمال الغربي والشمال الشرقي لسوريا مشيرا الاعتزام الحكومة تطهير كل سوريا من الارهاب واخرق القوات العسكرية الاجنبية التي توجد بطريقة غير شرعية في البلاد